موسيقى أهلا بكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبالف خير خلونا في البداية نرسل التهاني القلبية الخالصة لكل مصري مسيحي على أرض مصر بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة النهاردة عندنا فقرة رئيسية مهمة جدا عدد كبير من حضراتكم تواصل معنا على الواتساب وطلبها فقرة دي تتعلق بالكهرباء احنا عندنا مشاكل أو البعض من حضراتكم بيشتكي بأن فواتير الكهرباء بيتيجي غالية جدا هل الوزارة رفعت الأسعار من غير احنا ما ندرى؟ طيب البعض أيضا بيقول احنا عايزين نغير اللمضة العادية اللي عندنا باللمبات الموفرة أو اللمبات اللي هنجيبها منين وبعدين الوزارة أعلنت على بدء تطبيق ما يسمى بالعداد الزكي يعني العداد اللي عند حضرتك واللي آخر الشهر بيجيلك عليه فطورة مفروض هيتشال ويحل محله عداد اللي انت بتشحنه مسبقا زي فطورة أو زي الكرت بتاع التليفون المحمول جاهزوا بقى نفسيكم بعد الفاصل هيشرفني الأستاذ الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء للإجابة على كل تساؤلك انقطع كهرباء ماشي فواتير كهرباء جاية علي ماشي والراجل للأمانة ما بيتأخرش خلونا بقى قبل ما نرحب بضفنا الكريم نتكلم عن حاجة انا لاحظتها في وسائل الإعلام والفضائيات المصرية خلال الأسبوع اللي فات الحاجة دي هي هجوم كبير على مؤسسة الأزهر عايز اقول لحضراتكم في البداية زي ما اي بناء لازم يقام على أعمدة الدول ايضا يا اخوانا لازم يكون لها أعمدة هتدي لك مثال بعيد كده شوية بالولايات المتحدة الأمريكية عندها أعمدة رئيسية لايزا نهارة الأعمدة دي هتلاقي القوى العظمى دي نهارة الكونجرس يعني مجلس الشعب بتاعهم وده عندهم مجلسين مجلس شيوخ ومجلس نواب عندهم مؤسسة وزارة الدفاع عندهم البيت لبيض وهكذا يعني فيه أركان للدولة الدولة المصرية مش غريبة عن الحال ده عندنا هنا أركان للدولة المصرية عندنا مؤسسات رسخة زي الأزهر زي الكنيسة الكنيسة انت بتتكلم شوه بقى فيه كام قرن ميلادي الكنيسة المصرية بتتكلم في الأزهر اللي فات عليه 11 قرن المؤسسة العسكرية بتتكلم في قرنين ده عمرها عندنا مؤسسات كتيرة في الدولة عبارة عن أعمدة شايلة أركان الدولة لما انت تيجي تضرب في قلب العمود وفي نصه وحد تاني يهجم على عمود تاني انت كده بتوقع الدولة المصرية ودي كانت المحاولة اللي البعض بيحاولها خلال الأربع سنوات اللي فاتت وقلنا ان احنا وعينا الدرس وفهمنا لكن فجأت تحت ضغط بحث البرامج عن مشاهدة أعلى وعن خناقات تطلع في بعض البرامج وعن فضايح مش اكلمك على الكوارث ولا اللي نشر سورة فلان مع فلانة والفضايح والكلام الأبيح اللي بنلاقيه على غالبية الفضايات بالليل اللي هذي الفضايات بقت بتدور أو البعض منها بعض البرامج على قذرات المجتمع المصري وعرضها على الشاشات لعنة الله على ما يسمى بنسب المشاهدة العالية علشان نجلب الإعلانات شعارهم فليزهب الوطن إلى الجحيم المهم ان احنا نعمل فرقيعة ونعمل أي حاجة تشد انتباه الجمهور طبعا معروف أي لو انت قاعد قدام أستاذ بيلقى عليك ببحث علم وانت قاعد مستمتع لو واحدة عريانة معدية هتشوفها بس هلها تقعد وراها طول الوقت يعني يعني انا مش عارب بصراحة الفضايات هتاخدنا لفين اللي حصل الاسبوع اللي فات ان احنا فجئنا بأحد الزملاء وعلى قناة الحياة قال جايب لنا شيخ اسمه الشيخ ميزو وعمال يغمز ويلمز في مؤسسة الأذر وبيتدعي انه هو من علماء الأسر عبرك شفت شيخ يا راجل اسمه ميزو وبعدين في الآخر ييجي بقى هذا مقدم البرنامج يقول لك لا 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 هذا المستوى احنا ما كناش نتوقعه من هذا الضيف يا سلام يا انت ما كنتش عارف الضيف اللي انت جايبه وهل الشيخ ميزو ده اول مرة يطلع الفضايات ما طلع وعمل فضايحة بلكده اعترف ان انت جايبه علشان عايز تعمل مشاهدات اعلى وليزهب الازهر الى الجحيم وهو ده المعنى اللي انا فهمته من حلقتك ثم يأتي زميل اخر على احدى القنوات قناة اون تي في تحديدا وانه فاجأ بهذا الزميل جايب شخص اللي بيقولك انا الدكتور سيد القمني ما عايز يا دكتور سيد هالحوار بتتناقش انت ومقدم البرنامج ابدا فجئنا بهذا الشخص في البرنامج بيقول انا هبعث برسالة للامم المتحدة علشان يوصفه الازهر الشريف انه مؤسسة ارهابية يا نهر بيض كده على الهوى وسط الناس نطلع نصف مؤسسة عريقة ركن كبير من اركان الدولة المصرية بانها مؤسسة ارهابية وتدعو الارهاب انا موافق ان احنا يكون عندنا اختلاف اختلاف كبير مع مؤسسة الازهر نتكلم على انسحابها من مناطق الدعوة نتكلم على ان المناهج اللي بيتم تدرسها او بعض المناهج اللي بيتم تدرسها لا تناسب روح العصر داخل المعاد الازهرية انا كل ده موافق عليه لكن ده بيتم على ارضية ايه ارضية اساسها الاحترام الاحترام لمؤسسة كبيرة زي الازهر الازهر يا اخوانا هي معقل السنة في العالم الاسلامي العالم الاسلامي 90% منه سني و10% منه شيعة لما انت تأتي الى معقل السنة الرئيسي للعالم الاسلامي اللي عمليين البشر في مختلف دول العالم بيتمنوا انهم يلحقوا اولادهم بالتعليم الازهري انت جاي عمال تضربه مباشرة ايه اللي انا كسبته كبرنامج ايه اللي انا تمنته كبرنامج وبعدين مين هذا الشخص وبعدين لما انت عايز حتى تناقش حاجات تتعلق بالازهر مش تجيب علمين من علماء الازهر وتدير معاهم حوار لكن هل ينفع على الهوى كده وسط ولادنا وسط شبابنا نطلع ونقول ان الازهر مؤسسة ارهابية وانا انتظرت ان يكون هناك رد فعل قوي من النخب المصرية من مختلف وسائل الاعلام من حتى بعض المسؤولين في الدولة على ما قيل لكن للأسف ولا حس ولا قبر كأن الازهر ده كيان مهمل في الدولة المصرية كأنه مبنى عايزينه ينهار عايز اقولك ان الازهر هو الذي حافظ على وسطية الدين الاسلامي هو الذي نشر سماحة الدين الاسلامي كل ما شئت عن بعض الوان التطرف في بعض مناهجه كل ما شئت على ان الدروس بعض الدروس المقدمة فيه لا تناسب روح العصر بس احنا نعود على ترابيزة واحدة اساسها احترام الازهر الحفاظ عليه وعندما ندعو للحفاظ على الازهر احنا مش بندعو للحفاظ على شخص الدكتور احمد الطيب فضيلة الامام الاكبر ابدا احنا هنا بننتصر لمؤسسات الدولة لا ننتصر لاشخاص عندما ننتصر للمؤسسة العسكرية لا ننتصر لصدق صبح وزير الدفاع عندما نتحدث على مؤسسة الامت لا ننتصر للواء عبدالغفار عندما نتحدث عن مؤسسة الرئاسة لا ننتصر للرئيس عبدالفتاح السيسي احنا بنتكلم عن اركان رئيسية ومؤسسات لازم نلتفت لده يا اخوانا اذا مؤسساتك او اعمدت بيتك انهارت البيت كله بينهار هل دي محتاجة مني شرح كبير وبالتالي عندما تعود النغمة مرة اخرى لبدء ضرب اعمدت المجتمع المصري او ضرب مؤسسات الدولة المصرية ينبغي ان نتوقف وينبغي ان نرد على هذا الهجوم هذا هجوم بزيء لا يليك بقامة وقيمة مشياخة الازهر انا بقولك النقد مباح والاختلاف مباح ولكن يجب ان يصبكوا اسس اول من هذه الاسس وعلى رأسها هي الاحترام لقامة وقيمة من نتحدث عنهم ما بقولكش يا سيدي احمد الطيب نبي ما بقولكش كل اللي خارجين من الازهر اولياء هنعمل لهم مأمات ابدا دول كلهم بشر ليس لهم القداسة ولكن ايضا علينا واحنا بنقدم نمازج لولادنا نعرف ازاي ندير حوار لما يجي ابني يشوف ان مؤسسة زي الازهر بتتضربوا دي مؤسسة ارهابية ايه هي النمازج اللي انا هقدمها في المجتمع المصري لولادنا لما الجيش كذا والازهر مؤسسة ارهابية والدخلية مش عارف ايه خلاص ما انت كده بتوقع المجتمع المصري فبالتالي انا برفض تماما ما جاء في هذه البرامج وبحذر من تناول ده مرات اخرى بحسا عن المشاهدة والشعار المرفوع في بعض البرامج الان فليذهب المجتمع الى الجحيم لكن احنا ناخد الشو والعرض والنمرك كاننا بنقدم فقرات راقصة